اشتركوا في القناة الهدى والفرقان الحكمة من مشروعية الصيام التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ذكر الله تعالى الحكمة من مشروعية الصيام وفرضه علينا في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من مشروعية الصيام وكلها من خصال التقوى فمن تلك الحكم أن الصوم وسيلة إلى شكر النعم فالصيام هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع وهذه من أجل النعم وأعلاها ثانياً أن الصوم وسيلة إلى ترك المحرمات لأنه إذا انقادت النفس للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضات الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام فكان الصوم سبباً لاتقاء محارم الله تعالى ثالثاً أن في الصوم التغلب على الشهوة لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات وإذا جاعت امتنعت عما تهوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رابعاً أن الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة به بالإحسان إليه فكان الصوم سبباً للعطف على المساكين خامساً في الصوم قهر للشيطان وإضعف له فتضعف وسوسته للإنسان فتقل منه المعصية وذلك لأن الشيطان يجري من أدم مجرى الدم فبالصيام يضيق عليه المجاري فيضعف الشيطان ويقل نفوذه سادساً أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك متاه ونفسه مع قدرته عليه لعلمه بالطلاع الله عليه ولأن الله طلب منه ذلك سابعاً اللهم أصلح حالنا اللهم اشتر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المذوبة اللهم اجعلنا ممن وفق لأكاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة